تقنية المغناطسية ندرس المغناطسية مع أي عام الدراسة هي موجودة في مجالات كثيرة لكن المجال الزراعي لا أعرف لديه الناس ليس المتخصصين نفسه ليس المتقبلين نتائج المغناطسية في المجال البيوريجي وخاصة المجال الزراعي لكن بصفة عامة المغناطسية لديه تأثير إيجابي في مجمله على إنتاج الزراعي بصفة عامة سواء كان إنتاج نباتي إنتاج حيواني إنتاج داجيني إنتاج سامكي معظم الدراسات التي اشتغلت في هذه النقطة أنه المغناطسية ليه تأثير إيجابي لكن هل ليه تأثير إيجابي في المطلق أعتقد أن هذا هو وظيفة البحثين في مصر لا أعرف المتخصين وغير المتخصين بيبصوا للمجنيتك فيلد أو بيبصوا للمجنيتك تكنولوجيا على أساس أنها هو جهازة اللي هو متمثل في الجهازة الموجود حدام حضراتكو أو الموجود من أي منتج لأي شركة أخرى ماشي هو بس هذا لكن لا المجنيتك فيلد يعني ممكن يعني ممكن يبقى إلكتر مجنيتك فيلد ماشي ممكن يبقى وحكذا فهو له صور كثيرة جدا لكن هو الصورة دية أو المجنيتك ووتر هو أكتر صور تطبيقية تحت ظروف المصرية حتى فعشان كده نسبا بالصلهوش أنه هو أصلا يدوب حتة حديدة ممكن يبقى فيه ما أعرفش إلي فيه جوه بصراحة ممكن أستاذ ياسر يقول لنا إيه فيه جوه إلي فيه جوه هل مع ناطسيات مصنعة من سبيكة معينة مصنعة من المواد معينة مترتبة بطريقة معينة ولكن يعني قطعا يعني كتخصص طول الفيزياء هم أقدر ناس أن هم يجاوبوا على هذا السؤال لكن إحنا كزراعيين إحنا ما لنشدعوها أصلا آه إحنا منشوف لكن إحنا كزراعيين يهمنا النتيجة بقى النتيجة بتاعت كانت إيه كانت إيه بيبقى فيه أقاويل كتير متضربة يعني أقاويل كتير متضربة يقول لك الجهاز ده مش شغال وجهاز ده وحش وجهاز ده كويس وهكذا هو زي ما قلت المجنيتك فيه لتأثير ليه تأثير إيجابي يعني في معظم الدراسات كان ليه تأثير إيجابي لكن هي الحتة بقى دايما بقول أصلا يعني أنا لما قدمت في جهزة الإبداع مثلا قالوا لي إلي مع أنت ما فيش إبداع للشغل اللي احنا اشتغلناها. فهو مش مش في تطبيق الطول نفسها. لكن النتيجة اللي انا بحصل عليها. مش هفصرها علميا. فصرها علميا دي حاجة اقدم مفرغ منها عشان النشر. لكن مش التفسيري العلمي. لكن انا اوظف النتائج اللي انا حصلت عليها. فانها تحلل لمشكلة ايه? انها تحلل لمشكلة معينة. ودي وظيفة البحث. اللي بتعتمد بقى على الخلفية العلمية بتاعته. وعلى دراساته في هزي ايه? في هزي المجال. الماجنتيك موجود. موجود بصورة كبيرة جدا اصلا في المجالة الطبية. في مجلتين اسمها بايو اوليكترو ماجنت. وفي اه بايو اوليكترو ماجنت دي ده كان من فترة اصلا الكلام ده. بتاحها واحد وسبعة من عشرة. والانترناشنال اجيلو فيزيكس. ماشي دي مجلة اصلا قوية كانت من زمان او اصلا. بتاحها عيلي عن كده كمان شوية. ماشي. دولة يعني اكتر مجلتين متخصصين في استخدام الماجنتيك فيل. يعني كل الشغل لهم كان ماجنتيك. يعني كل الشغل المنشور في المجلات دي شغل الماجنتيك. نجاح زراعة بعض المحاصيل في بعض الاراضي باعتمد بصفة اساسية على نجاح الهروب او او نجاح مرخلة الانبات. يعني الاراضي الكلسية دكتور اه خالد. الاراضي الكلسية مشكلتها والاراضي الطفلية مشكلتها انها اصلا بترويفة يعني بتقطع البادرات لما ما هي بتخرج. فممكن اتغلب عليها اصلا بان احنا انا بوالي ايه الرأي. لكن فيه الدراسات اللي اتعملت على هذا الموضوع ان انا ممكن اهرب من الحتة دي باستخدام الماجنتيك ايه الماجنتيك فيل. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة